من 500 سنة كان فيه ناس فاكرين ان الارض متشالة على سلحفة يعني سابوا كل حاجة وتخيلوا ان الارض متشالة على سلحفة بالاضعفة لكون الفهم السائد وقتها ان الارض هي مركز الكون وكل حاجة تانية بتلف حواليها نرجاسية اوفر بس يلقيه اللغاية عندنا كل ده وفهمنا الدنيا على حقيقتها هذا ما ستعرفونه في هذه الحلقة من قمرة العلوم موسيقى الجاذبية الجاذبية عزيز المشاهد هي قوة من احدى القوى الاربعة الاساسية في الكون لو هي الجاذبية الكهرومغناطسية النواوية الضعيفة والنواوية القوية وهي المسؤولة عن تنظيم حركة الاجرام السماوية بالطريقة اللي بنشوفها فعليا الجاذبية بتأثر على كل الاجسام اللي عندها كتلة وبالاصح اللي عندها طاقة حتى الجاذبية بتأثر على الضوء اللي هو عزيم الكتلة الجاذبية هي قوة موجودة بين اي جسمين بيني وبينك بيني وبين الكاميرا حتى بينك وبين بلوتو من الطبيعي جدا ان احنا ما نحسش بتأثير كثير من هذه القوى علينا لان انا وحضرتك مثلا موجودين على الارض وحب اقولك ان انا وانت وكتلتنا بالنسبة للارض ولا حاجة زي لما نقرن كتلة انسان ونفترض انها سبعين كيلو جرام بكتلة الارض اللي هي خمسمية سبعة وتسعين وجبها تنين وعشرين صفر كيلو جرام وفي المقابل الجاذبية ما بتعتمدش فقط على كتلة الاجسام وانما في عامل اساسي اخر على وهو المسافة بين الاجسام دي وبالتالي مش غريب لما نلاقي انه بالرغم من كون كتلة الشمس اكبر من كتلة الارض اكبر من انجذبك للشمس والمسال بيقول القريب قول من الغريب اما الشمس فدي بتحرقنا وهي بعيدة عنينا بحوالي مئة وخمسين مليون كيلو متر وبالتالي طبعا علاقة الجاذبية واعتمادها على الكتلة الاجسام والمسافة اللي بينها توصل ايها لحاج جنيوتن في القرن السبعة عشر والنظرة للدقة قوانينو اللي اكتشفها في المجال ده فهي بتستعمل حتى يومنا هذا الله بتستعمل حد يومنا هذا وانا اشهد لو محتاج الرفرنس انا موجود فيزيكس 1 طيب هل الارض او بتأثر على كل الاجسام اللي موجودة على سطحها بنفس قوة الجاذبية؟ عمدا الناس هتلا يوم بيقولوا اه طبعا احنا درسناه في الفيزياء وكانت 9.81 متر على الثانية تربيع ده انا عادت عملي كلها درسها ده انا روح في كفدها لو اتغيرت بس في الحقيقة فيه حاجة اسمها قوة الجاذبية وحاجة اسمها عجلة الجاذبية ودول حاجتين مختلفتين عن بعض طيب دلوقتي ايه الفرق اللي بينهم؟ خلينا ناخد المثال ده اونك الجاليليو جاليلي عمل تجربة زمان حتى قبل ما ينولد نيوتر اونك الجاليليو ده كان مصطبح فيهم امطالع على بورج بيزا خد جسمين رماهم من على لفس الارتفاع كل واحد فيهم ليه كتلة مختلفة عن التاني هنفترض وركزوا على كلمة نفترض مثلا انهم كانوا لمونة وبطيخة اللي لوحد ان الجسمين وصلوا الارض في نفس اللحظة وده الشيء الطبيعي للمفروض يحصل لأيه جسمين في الحياة ان شاء الله لو دبابة ومدالية مفتاحة على صعيد حياتنا اليومية مش ده السيناريو اللي حاصل بالزبط وده لوجود عوامل زي اختلاف مقاومة الهواء للأجسام اللي بتوقع على الارض يعني مثلا هد دلوقتي كرة بولنج وريشة واطلع فوق سطح بيتكو ورمي اللي اثنين طبعا الكرة هتنزل تجيب سترايك في الشارع والريشة هتقطت مختر مع الهوى وممكن لو الهوى جمت شوية طيارها الفوق لكن في بيئة مثالية اي مكان معزول تماما من الهواء او بما يسمى الفاكيوم زي ما عمل صاحبنا في الفيديو ده فكل الأجسام الساقطة من ارتفاع واحد لازم توصل في نفس اللحظة للأرض وهذه ايها السيدات والسادة هي عجلة الجاذبية التي تقدر ب 9.81 متر على الثانية تربيع فالرقم ده ثابت على كل الأجسام اللي موجودة على سطح الأرض عجلة الجاذبية اللي هي 9.81 متر على الثانية تربيع ده خاص فقط بالكرة الأرضية بينما اي كوكب آخر ليه عجلة الجاذبية الخاصة بيه اللي بتعتمد على كتلته وحجمه طب ايه بقى اللي حصل للمونة والبطيخة اللي افترضنا ان هم بتوع أونكل جاليليو عشان هم ليهم نفس عجلة الجاذبية الارض كانت لازم تأثر على البطيخة بقوة اكبر بكتير من اللي أثرت بيه على اللمونة وهنا يجي تأثير الكتلة لما نيجي نتكلم عن قوة الجاذبية ماشي بس لسه ما فيمناش بردو ايه علاقة الجاذبية فإن الأرض تلف حولين الشمس مش العكس ما تبسيطا للموضوع وعشان نفهم الفكرة أكتر بشكل محسوس نيجي للعلامة الفاذ عدو الحلقين مستر أينشتاين أفندين أينشتاين ده من مئة سنة فاته عرف الفضاء على إنه مكون من نسيج يدعى الاسبيس تايم أو الزمكار النسيج ده عبارة عن نسيج مارين بيتأثر بالكتل اللي بتشغل حيز منه وبيتفاعل معي تخيل معي إن واحد رفيع ولاعب سومو الاتنين قرروا إنه هما يعود على نطيته اي كي اي ترامبولين لاعب السومو بيكون غايس أكتر في الترامبولين والشخص الرفيع لا بيقول عليه فجأة بيلاقي نفسه انجرف وراح في اتجاه لاعب السومو وبالتالي الأجسام الأصغر اللي بتتحرك في هذا الانحناء بتدور حولين الشمس وتنتبق نفس النظرية برضو مع الأجسام الأصغر مثلا عندنا الأمر بيلف حولين الأرض وأقمر زحل بتلف حولين كوكب زحل والحركة ممكن يتم تشبيهها عن طريق هذه التجربة صحيح إن الكرة هنا لفت شوية ووقفت ولكن ده كان نتيجة الاحتكاك بينها وبين نسيج القماشة ولكن في الحقيقة الموضوع ده مش موجود في الفضاء وبالتالي الكرة اللي هي في حالتنا دي الأرض هتفضل تدور وتدور 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 عادي احنا ممكننا وضل بكرة الله يبارك لك بقى شير وعرف الناس إن الأرض جذابة وأتراكتيف وبتحب كل سكانها متخليش بتوع المريخ يفرع وما بينها احنا أقوى من كده ولا تنسى لو عندك أي سؤال أو عندك أي استفسار فلو فري انك تسيبه في الكومنت وشكرا جزيلا